بلدة العيسوية من أكثر المناطق المنطفضة في وجه الاحتلال ما اندقت الساعة السابعة من مساء السبت الفائت حتى اقتحمت وحدة مستعربين هذا الحي وقامت باعتقال الطفل علي أبو غوش عندما كان جالساً على هذا السوري بمحاذاة منزله اقتيد علي ابن الخامسة عشر عاماً لسجن المسكوبية وحكم عليه بإبعاده عن منزله وذويه إلى منزل جديه في البلدة القديمة من القدس المحكمة قررت أنه تم حبسه بيتي وطبعاً مش في داخل العيسوية فقرروا أنه لازم يكون فيه بيت تاني لعلي لأنه هلأ زي ما قال القاضي بتعبيرهم سكناه هلأ أصبح خطر يعني طفل بعمر خمسة شهر ثاني أنه قطر على أمن نولة إسرائيل وبالتالي أنه هلأ قولي علي لمدة أسبوعين رح يبضل الدار ستوء وبعديها في عنده كمان محكمة ضاقت الدنيا على أم علي فطفلها الذي يتصف بطابعه المرح كان يملأ المنزل فرحاً وبهجة لتختطف هذه الفرحة من على شفتيه وشفاه كافة أفراد أسرته فهي والدته تجلس وهي تعد كم تبقى لعلي كي يعود لحضنها في منزله وتكتفي بالنظر إلى صوره بحسرة واشتياق علي روحه مريحة يعني البيت بجد البيت فضي علينا يعني دايما بيطلع بيجي هو كتير نشيط وهيك أشياء وروح على النادي بده يعمل عضلات لإله دايما بيحكي لك نكتة يعني النكتة حاضرة عنده وهيك أشياء فيعني بالنسبة لنا كلنا لقين البيت يعني هيك يعني صار جو إشي تاني استحبنا أم علي إلى المنزل الذي أبعد إليه علي في البلدة القديمة ونكاد أن نسمع أصوات خفقات قلبها فهي تتوق لللحظة التي تحتضن فيها طفلها وتداعبه شعر بالوحدة صح أنا بين سيد وست وست وحده برضو يعني الواحدة ما يكونوا بعيدة عن أهله يظلوا حس حاله لأهاله يعني باقي الضار بعيدة كل يوم دم يجي يشوفوك تحسش أنك قريب شي عليهم لسه في ناس يساوه فيهم أسخب مني وهيك وأد ما رح يساوه رح نظنه صمدين ونجوه عننا أمان أن الوطن رح يرجع تستهدف إسرائيل الأطفال الفلسطينيين بطرق عديدة ولعل أشدها بشاعة اعتقالهم في ساعات متأخرة من الليل وباستخدام قوات كبيرة وكلاب بوليسية ما يترتب على ذلك من آثار نفسية لا حصر لها وهو ما يعتبر من أشد أنواع التعذيب رغم أن كافة المواثيق والقوانين الدولية تحرم اعتقال الأطفال أو حتى إبعدهم إلا أن إسرائيل والتي صارعت للتوقيع على هذه المواثيق تعامل الأطفال بوحشية الأطفال الفلسطينيين وليسوا الإسرائيليين فشتان بين هذه المعاملة وتلك من مدينة القدس تامر عبدات